السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل خلطة يعني ممتازة جدا جدا للبط. هتوسلك البط ان شاء الله الخمسة كيلو والستة كيلو في اقرب وقته وفي اقل وقت ممكن. يعني على عمر مثلا خمس شهور هتلاقي البط بتاعك بقى ايه حجيم. بس لازم تأسسيه على الوصفة اللي انا هنعملها دي دلوقتي. قبل ما نقول الوصفة ونقول اللي فيها. لازم شوية حاجات كده بنقولها للناس اللي بتسمعنا الاول مرة. البط سواء كان بلدي او مسكوفي او مولر. لازم لازم التدفئة كويسة. لازم درجات الحرارة بالزاد في البرد اللي احنا فيه ده. آآ لازم ما يكونش فيه طيارات هوا. ماينفعش ادفيه قوي قوي وبعدين افتح عليه الباب او افتح عليه مكان او اعرضه لطيار هوا. ماينفعش يكون الارضية اللي هو قاعد واقف عليها. مبلولة طول الوقت. لو مبلولة شوية وبعدين انا انا شفتها مفيش مشكلة. لكن ما سبهمش مبلولين فترة طويلة. آآ الارضية بالزاد لازم تكون نضيفة لازم تكون نضيفة. لازم يكون فيه جزء آآ مكان بيشربوا فيه وبياكلوا فيه. ومكان بيناموا فيه يكون دافي. آآ تستخدمي المسلا اللمبة اللي هي الكبيرة الحمرة دي. بتعمل الحرارة كويسة. تقفلي المكان كويس. حتى كده تكون صغيرة على قدهم. وكل ما بيكبروا شوية بشوية بتوسع المكان. آآ ما بحبش اربي نوعين تيور مع بعض علشان الان اكتراب نوعين تيور مع بعض بتبقى فيه امراض كتيرة قوي. احنا في غينة عنها. خصوصا ان احنا مش بنحسن خالص. آآ مش بندي اي تطعمات ولا اي تحسنات ولا اي حاجة من الكلام ده كله. احنا ماشيين علاق طبيعي. آآ تربية بالاعشاب. ما بنديش قدية ادوية الا في الضرورة لما يكون في امراض آآ شديدة. نضطر نلجأ الادوية وما بنديش بطري كمان بندي ادوية بشري. فاحنا الحمد لله يعني التربية بتاعتنا كلها بدون ادوية خالص بدون اي تحسنات كده يعني ماشية بمواد الطبيعية بالاعشاب الطبيعي. فلازم نكون احنا بقى صحيين لنفسنا ونحافظ قوي على الطيور بتاعتنا من اي مشكلة لان احنا ايه مش 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 محصنين. فهمة? وحتى والله لو مديها تحسنات واهملت فيهم هيعيوا منك برضو. مش معنى ان انت ديت تحسين ان انت هتسيبهم يبهدلوا او يجي عليهم مية او يباللوا او يبقى تحتيهم مية كتير او المكان اللي هم عاديين فيه مش نضيف لأ. عامة البط دوت عمره اسبوعين اقل من اسبوعين كده بيومين ولا حاجة. آآ بلازم ناكل البط علف تركيز تلاتة وعشرين في المية لحد مدة شهر كامل. بس مش مش دايما بديله العلف صافي انا اديته العلف صافي اول اسبوع فقط لا غير. بعد كده بدأت ادخله بقى الحاجات اللي انا هاعملها له بعد كده وجبات اساسية لكنها دلوقتي معرفه عليها بدوق طعمه. من الحاجات اللي انا بنعملها العيش المبلول. العيش المبلول ده واعتبر بديل قوي جدا جدا للعلف اللي هو علف تركيز واحد وعشرين في المية اللي هو بتاع التسمين ده. العيش المبلول ده بالنسبة للبط زي بالزبط. ويا سلام يا سلام بس مش دلوقتي وما نحطوش دلوقتي آآ لو حطينا عليه آآ ردة آآ او وتشيشة. فانا بنعمل الخلطة ديا بعدين لما البط يكبر كده بعد ما عدي عمر شهرين. لكن انا من دلوقتي بعوده على العيش المبلول. وكمان بعوده على خلطة الرز اللي هي من الرز بالشيشة اللي احنا عاملنا الخلطة الموفرة البديل القوي جدا للعلف. برضو بعوده على طعمها. واحط شوية رز وشوية آآ وقطع كم لقمة. واحطوهم وحط عليهم نص كبات مية كده او كبات مية. حاجة زي ما انتم شايفين كده. واسبهم يتعودوا عليها ياكلوها آآ هما فرحانين طبعا هما بياكلوا ليه بقى قوي كده? لانه معطشانين. يعني انا كنت سايباهم شوية طفت عليهم النور. لان طبعا اللمبة ديت ايدة عليهم اربعة وعشرين ساعة. فانا طفيت عليهم النور وجوعتهم شوية وعطشتهم شوية عشان كده واقعوا عليه. تعالوا بقى نعمل لهم الوصفة اللي هتسمينهم وتكبرهم بامر الله. فاقل وقت ممكن وهتشوفي احلى اوزان. اول حاجة واساسي اول حاجة في الخلطة اللي هنعملها النهاردة. هنحط الحلبة المطحونة. هتروح عند العطار وتقولوله عايزها حلبة مرة. اللي هي الحلبة المطحونة او الحلبة البلدي المطحونة. هي عند العطار اسمها كده الحلبة المرة. هنحط منها معلقتين كبار محترمين. خلطة اللي احنا هنعملها دي انا هقولك دلوقتي هتعملها ازاي? وتحطيها ازاي بالزبط آآ للبط بتاعي. كبارة عن اعشاب كلها وحاجات مفيدة جدا جدا تقول المناعة وتفتح الشهية وتدفي في الحر اللي احنا فيه في الساعة اللي احنا فيها دي. تاني حاجة معانا معلقة كبيرة من حبة البركة. معلقة محترمة كده من حبة البركة. ولكن اواخر شوية في الكيس. حبة البركة دي احنا عارفين طبعا قد ايه ممتازة جدا بترفع المناعة وجميلة جدا جدا جدا. وحلوة برضو في التسمين وفي زيادة الوزن. حلوة جدا. لانها بتزبط الهضم وبتزبط الصحة عمتا. فبالتالي بتفتح شهية الطائر للأكل. تاني حاجة تالت حاجة معانا آآ وديت اساسية في المرحلة اللي احنا فيها دي وهي مرحلة النمو. هو النشا. النشا احنا قلنا عليه في الحلقة اللي فاتت. بالزبط بالتفصيل كل المميزاته وايه الاهميته. وقلنا ان هو مهم جدا جدا للنمو. مش بس علشان بيمنع الاسهالات. لكن هو كمان مهم في النمو السريع. الخلطة دي هتكبرلك البط بامر الله بقى الوقت ممكن. وكمان معانا معلقة كده بس مش كاملة قوي من التوم البودر. التوم طبعا عارفين فوائده وعارفين ان هو مضاد حياوي قوي. وبرضو معلقة كده زيها من البصل البودر. برضو البصل مضاد حياوي قوي ومتاز جدا. انا حطهم كمان علشان دول لما بتحطوا على الخلطات بتاعة الاكل بيبقوا فاتح للشاهية قوي جدا. كمان معانا معلقة برضو كده مش مليانة قوي من القرفة. والقرفة طبعا مضاد حياوي او يعني رفع مناعة قوي جدا. مضاد بكتيري ومضاد فيروسي. حلوة جدا جدا بترفع مناعة الطيور ناحية البرد والحاجات دي. وبتدفي جسم الطائر. يعني كده هندف الطيور بتاعتنا ونرفع مناعتهم. كمان معانا ازاي جبيل. معلقة برضو محترمة كده من الزنجبيل. علشان التدفئة في الفترة اللي احنا فيها دي. وكمان فاتح شاهية وكمان مهضم وكمان بيزبط الامعاء وبيحسن الهضب. الزنجبيل مهم جدا جدا. الخلطة دي ما شاء الله جميلة جدا. اخر مكون معايا وهو البزر الكتان. اه لو مش عندك مش مشكلة. حاجات اللي فاتت كويس. لو في حاجة من الحاجات دي مش موجودة عندك مش مشكلة. اه لكن هي كده التركيبة على بعضها ما شاء الله لا قوة الا بالله. هتشوفي احلى واكبر آآ يعني اوزان عمرك ما شفتيها قبل كده. ايا كان نوع البط بتاعك. انا بقى كمية المخلوط اللي انا عملته دوت آآ هاجيب لها كيلو من الفول السوية. الفول السوية اللي هو مصدر البروتين من عند العلاف. مش بتاع الاكل بتاع البناء ادمين. لا فول السوية اللي هو بتاع البروتين. اللي هو بتاع الطيور اصلا. بيبقى ناعم كده زي البودرة دي كده. وهحط عليها كمية دي كلها على كيلو الفول السوية. هحط عليه كمية دي كلها. الفول السوية اللي بقى لانه بروتين واحمض امنية عالية جدا. وبعد كده هاخلطه كله كويس. وهاخد معلقة او معلقتين من دول. وهنحطها. اما على العيش المبلول. بس ما يكونش فيه مية طبعا يعني. العيش قبله بعدين اصفيه من مية. وارش عليه معلقة من الخليط ده. علشان اضمن ان البط بتاعي اكل المعلقة كلها. او ان انا احطها على الديشيشة والرز اللي احنا بنطبخهم. بنسويهم للطيور بتاعتنا كمديل للعلف. لكن ما تحطهوش على علف ناشف كده. هيضيع منك في الارض حرام. فانتو عارفين. يا اما نحطها على الخلطة بتاعت الرز والشيشة. يا اما نحطها المعلقة ديت على العيش المبلول. العيش المبلول هيشربها كلها. وهيبقى يعني مش هيضيع منها حكا في الارض. والبط بالتالي هيجي ياكل العيش. فهيكون ايه? ازا البط بتاعك متعود عليش وبدأ ياكل فيه. هيوتيها عليه. ما لسه متعود على العيش اوي مش بياكل فيه اوي. لأ خليها على الخلطة بتاعت الدي شيشة والرز. وان شاء الله هيكلوها في ثواني. وقال بيها حلوة اوي بحيث كل حبات رز تندمج من المكونات دي. بازن الله هتشوفي احلى اوزان واعلى اوزان. يا ريت بقى لو عجبتك الفكرة وعجبك الفيديو متنسوش تعملي لايك للفيديو وتشترك في القناة. اتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وحابة اعتذر عن ان ازا كنت اتأخرت في مرة عن الفيديوهات لان بيبقى عندي مثلا ظروف او كده. واحيانا النت برضو ما بيكونش مظبوط عندي اوي. انا بقى هعبيهم في باترامون وهاخدهم اعملهم بقى على الفولستوية. اتمنى كون الفيديو عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.